ايها الحرارة العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة معنا عملية تجميل على الهواء مباشرة او تقدر تسميها عملية ترميم لصورة عكرة محدش حقيقة قبلها اصلا اسيسي يا حضرات بعد ما الناس فضحتوا على السوشيال ميديا بسبب بلتكة الامن وجنون الاسعار والجلياتة في التعامل والغرور وبعد ما احنا هنا في مصر النهاردة فضحنا مشروعه وقلنا ان السيسي مشروعه هو السيسي يعني مشروعه نفسه وجبنا لما كان واقف لوحده على المسرح في احتفال المولد النبوي الشريف ومرضيش يخلي حد يقف جنبه وعلى رأي المسأل اللي السيسي عمل بي اللي تلسع في الشربة ينفق في الزبادي النهاردة السيسي كان بينفق في الزبادي بينفق من وراء حاجز مضاد للرصاص فين بقى جوه اكاديمية الشرطة يعني جوه معقل الامن وسط ضباطه اللي هو مش مآمن ليهم اللقطة معنا الاولى يا حضرات لقطة الدخول السيسي للحافل وعايزك تلاحظ معايا كده الحاجز اللي محتوط في قلب اكاديمية الشرطة دراع السيسي اليمين في الحماية وقمع المعارضين وكأن الصورة بتقول ايوة انا وسطكم انا لا اسخ فيكم رغم انكم انتم رجالتي لكن برضو انا لا اسخ فيكم نشوف كده الحاجز الزجاجي الخوف ده الحقيقة كان معبر جدا في اجتماع امبارع محدش خد باله منه اللي السيسي اجتمع فيه بقارة الجيش لمراجعة خطة الطوارئ واللي هتلاحظ فيها ان الكلام فيها كان اكبر عن حديث او عن زلازل ولا كان حتى عن فيضانات انما عن خوف مرتقب من اي تحرك شعبي الخبر هو بيقول سرعة في مجابهة الازمات السيسي يتابع انشاء الشبكة الوطنية للطوارئ ده في اليوم السابع التعامل مع كل انواع الازمات والاحداث الطريقة والسيطرة عليها باحدث وسائل التكنولوجيا للصلاة تتكمل المنظومة مع مشروعات التنمية لتصبح آلية اساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة هنا ادي رجالة الجيش والشرطة كمان والقوات المسلحة ادي السرعة هو سرعة في مجابهة الازمات اسيس يتابع تطورات انشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ ده يا حضرات السؤال بقى هنا ليه الالأ ده وجه السيسي بالاستغال الامسل لشبكة الطوارئ والسلامة العامة مع تعميمها على مستوى الجمهورية التعامل مع كل انواع الازمات والاحداث الطريقة والسيطرة عليها باحدث وسائل التكنولوجيا تهدف الشبكة الى تسخير امكانات الدولة للتعامل الفولي مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين تتكامل منظومة مع عشروعات التنمية لتصبح اساسية الية اساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والصورة دي هم اللي جابوها انا معرفش بقى الصورة دي قديمة ولا جديدة ليه بقى بقول معرفش لانه الراجل ده هو اللي في الصورة ده المتحدث ده هو الراجل ده حضرات مفروض انه تغير من مدة الراجل ده تعين سفيه في دولة او حاجة كده في دولة وجابو حد مكانو لكن هم حطين الصورة دي والصورة دي لو لاحظتها كلها قارة جيش كلها قارة الافرع والحاجات بتاعت الجيش السؤال بقى ليه القلق ده كله وهل القلق ده عشان الدعوات لمظاهرات 11 نوفمبر اللي الحقيقة دعت اليها الدعوات دي مغرأة السوشيال ميديا دعوة للتظاهر في 11 نوفمبر اللي هو عليها مش قمة المناخ هنتكلم عنها بعد شوية الدعوات دي الدعوات دي هل هي قلقانة لدرجة النسيسي نفسه قلقان قلق السيسي يعني لان الموضوع موقفش على حد الاجتماع ده ولا حد الحاجز المضاد للرصاص ده كمان لسه فيه لقطة غريبة في الناس اللي قاعدة صفة اول شوفوا الصورة دي دي الناس اللي قاعدة دي صورة متاخدة كده سكرينشوت من الشاشة ده رئيس الوزارة وده وزير الداخلية وده عبدو وده الرجل اللي كان موجود زمان ولسه مش موجود لحد الوقتي اللي هو عادل تارتوه وده رئيس محكمة دستاني العالية وبعدين مين اللي قاعد جنب الشيخ الأزهر ده؟ ألا طب ده الشيخ الأزهر وده البابا تودرس وده وزير الأوقاف وبعده وزير التموين وبعدهم وزير الخارجية مين اللي قاعد ده؟ طب مين اللي قاعد وراه؟ حراسة شخصية حراسة للسيسي يا جماعة عمرنا ما شفنا الحراسة بتقعد صفة أول في التاريخ البشري لم تحدث أن نرى داخل أكاديمية الشرطة مش في الشارع ولا في أي مكان تاني داخل أكاديمية الشرطة بيقعد حارس حارس شخصي صفة أول المتعارف عليه أن الحارس الشخصي بيقعد وراه السيسي على طول على طول تلاقيه وراه السيسي إنما ده بصوا قاعدين الاتنين حراس إزاي؟ اتنين حراس؟ لا وإيه؟ بيقولوا إحنا حراس شخصيين يعني مش متنكرين يعني يعني لابسين إزاي بتاع ماتريكس فاكرين فيلم الماتريكس؟ يعني هم لابسين زي ماتريكس كده النظارات بتاعت الماتريكس وقاعدين بيقولوا إحنا ماتريكس إحنا مش حقيقيين ده إحنا ماتريكس طب جنب الشيخ الأظهر ليه؟ طب ليه صفة أول؟ سيبك من الأعدة مطلق بطة يعني مفروض الرئيس الوزارة يقعد جنب الراجل ده والراجل ده يقعد هنا مفروض الحقيقة الاتنين دول الكمبارسات دول يقعدوا في أي حيث تانية ليه وزير الخارجية قاعدناك؟ مش مهم سيبك من كل القصة دي لكن مين دول؟ صفة أول لم تحدث في التاريخ لقوا إيه؟ وجوه أكاديمية الشرطة إذن نحن أمام شخصية مريضة عصبية ألآنة جدا متوترة جدا وممكن يكون الحياة الشخصية دي خايفة جدا وده يودينا بقى للقطة التانية اللي هي محاولة ترميم الصورة صورة الزعيم أبو ندارة ماتريكس صورة الزعيم المغرور اللي مش بيسلم على حد النهاردة بقى لما احنا علقنا عليه المرة اللي فاتت انه ما بيسلمش على حد النهاردة خد الصف ده كله للآخر في كسر غير عادي معتاد للبروتوكول خد الصف واحد واحد وكأنه داخل عزة الحج محمد بتاع الفراشة واحد واحد بعكس البروتوكول كله خلا نشوف طريقة السلام ونلعب الفيديو ده ايه بقى الجو بتاع العزة ده بقى ايه بقى الجو ده كسر البروتوكول كله ودخل سلم على واحد 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 هنا اختلفت انا وزميلي هم شاء ليهم رأي وانا ليه رأي نلعب الفيديو من تاني يا اخ صالح يعني ربنا يكرمك ويرضع عنك نلعب الفيديو تاني وسيبك من السلام الجمهوري والسلام الشهيد والحاجات دي وخليك معايا الله يكرمك خلين نخلص المقدمة دي على خير بس وقف هنا اول ما وصل لشيخ الازهر كت قطع المخرج اللي في الكنترول اللي في العربية الأوبيفان العربية ما هو ده مش ستوديو دي ستوديو جوه عربية يعني دي وحدة تصوير خارجي عشان بس تبقى فاهم دي وحدة تصوير خارجي بتبقى برعا عربية كبيرة جدا جواها كنترول كامل اه وبعدين كاميرات وخصة ممكن تبقى ثلاث عربيات بالمناسبة يعني انما خلينا نقول اني الكنترول بتاع الحفلة دي كان فيه اوبيفان اوبيفان عربية كاملة عربية داخلها استوديو المخرج اللي قاعد في العربية دي حضرات جاء عند اللقطة دي وكت عمل جامب وراح راجع تاني نلعبها كده بقى اه هنا زميلي اختلفوا معايا قالوا لي يا حاج محمد ناصر هو القصد انهم يطعوا سلامه على شيخ الازهر انه انه هو يبان انه العلاقة بينه وبين شيخ الازهر مش مهم الراجل دا اللي هو شيخ الازهر لكن اي حد تاني بعده مهم انا كلا يا رأي مختلف قلت لهم انا رأيي الشخصي ان القصة دي ارتجال من الزابط اللي قاعد في عربية البس الخارجي او الوبيفان يعني الزابط معرفش هو ما الذي سيحدث مع شيخ الازهر ده رأيي شخصي فقالك نتوخد دقة والحذر اول ما يجي عن شيخ الازهر اقطع ما احنا ملعبش ممكن يضرب شيخ الازهر ممكن يشده من البجامة ممكن يعمل اي حاجة مع شيخ الازهر يعني الراجل دا مجنون وممكن يعمل اي حاجة انا عايز احكي لكم حكاية بسيطة جدا حاكم الناس العصبيين دول ما بتضمنش انت تصرفاته وعمل ازاي بيحكي الاستاذ محمود السعدني خليني احكي لك الحكاية دي انه هو كانت سجن لما قال نقطة على السادات خلاص احكي لك هنا صالح المهم بيقولك انه قعد فترة بعد ما تسجن خرج من مصر وفق ظل مطارد برا مصر مش مطارد يعني في المنفى برا مصر فترة طويلة جدا لحد ما الاخ عثمان عبد العثمان اللي هو مؤسس شركة المؤسس العرب فتوسط ما بين السادات ومحمود السعدني عشان يصالحوا بعد او عشان السادات يرضى عن محمود السعدني فاستطاع الأستاذ المهندس عثمان عبد العثمان انه نظم لقاء بين السادات وبين محمود السعدني محمود السعدني كاتب سخر ومسخرة وعمل كتاب السخرين كلهم فقال لك محمود السعدني في الاخر نظم له معاد المهندس عثمان عبد العثمان مع السادات في الكويت فخلاص راح محمود السعدني راح يقابل السادات في الكويت فقال لك انا مش ضامن السادات يعني ممكن يخش أدخل أسلم عليه ياكلني بالشلوت ممكن يضربني بالألم وأنا يا راجل كبير ومحترم ما يصحش حتى لو رئيس جمهورية عم معاك كده فقال دخلت القاعة أو المكان اللي هم قاعدين فيه لقيت السلاة قاعد رحت جاري عليه جاري وقال له والله ما انت قاعد من مكانك محمول السعداني بيحكي القصة دي بيقول أنا عملت كده والسلاة مش هيوقف ولا حاجة يعني بس أنا عملت كده لأنه مش ضامن ممكن يعمل معي ايه الناس دي انت ما تضمنش ممكن يعملوا معك ايه وده اللي حصل مع واحد صاحبي انت ما تعرفوش اسمه عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير الأبنودي اللي بعد السادات جابه كان ماشي على القناة كده بعد ما افتتح القناة وقال ادي القناة هي ودي رجالة القناة فين الأبنودي اللي كان بيقول وشوش على شط القناة لما روح البيت بعد جاب السادات بعد جاب الأبنودي فالأبنودي دخل لقى بينه وبين السادات مسافة طويلة جدا تربيزة كده يعني مش يقدر يسلم عليه بالإيد فرح موطي للسادات كده سلم عليه وهو بيوطي كده اطلقت الصورة دي تاني يوم نزلت في الجرايد الأبنو دي وهو بينحاني للسادات حركات قرعة وممكن يتورد فيها فيبدو أن المخرج قال لك احنا مش ضمنين السيسي ومعادي من جنب شيخ الأزهر يعمل ايه فحسن حل اقطع كات ده اللي حصل في الفيديو ده المخرج يا حضرنات قطع الكدر ساعة وصول السيسي لشيخ الأزهر ورجع تاني يا علي رجع تاني للكدر تاني بعد ما السيسي عدى شيخ الأزهر ودي بيعتبروها بعض الناس أنه إهانة بيتم فيها الشيخ الأزهر أو بتوجه الشيخ الأزهر اللي ملامحه بتدل على الغضب وأكيد المخرج ما يقدرش يعمل كده من دماغه لكن أنا رأيي أن يمكن القطع ده قطع سلام السيسي على الشيخ الأزهر ربما من توجيه من ضابط رئاسة الجمهوري اللي موجود في عربية البس الخارجي مع المخرج وربما كان الآن بدليل أن أفكرك أن السيسي الحقيقة لما لبخ مع نائب دومياط اللي قال له أجل زيادة الأسعار ورفع الدعم لحد ما قال له أنت فاكر أنت بتتكلم إزاي أنت دارس الموضوع ده لو أنت فاكر اللقطة دي ساعتها الزابط اللي في العربية البس الخارجي قطع على المشهد الخارجي أغضب وأن يقناع لا تنسي لا أتنوز التي كان يفوت أنا تنسي احو هيا اللقطة دي هنا على طول من الداخل لقلقتك خارجي عشان احنا منتجاملين السيسي يعمل ايه انا رأيي الشخصي ان ربما يكون المخرج اللي فاتح اليربيز دلوقتي عمل الحركة دي عشان ما يعرفش رد فعل السيسي عمل ازاي انت بقى شوفها ايهانا او تصدق رأيي او في رأيي ثالث انت حر اللقطة الثالثة في ظهور السيسي النهاردة اللي بيحاول من خلالها ترميم صورته وصورة الامن لما طلب لأول مرة من الشرطة انها تتعامل مع الشعب بانسانية حتى اللي ضد القانون او اللي مخالف للقانون يتعامله معاه بالقدوة والاخلاق وكأن لسان حاله بيقول للناس الناس مخنوقة من العيشة والاسعار فخفوا عليهم شوية شوف الفيديو ده كده مصر كلها بتقدر هذا الدور ترمى ان هذا الدور دايما بيحترم انسانية الناس وبيحترم انفاذ القانون وديه نقطة اللي انا يمكن بأكدها عليكم ان احنا دايما عايزين احنا بنتعامل مع مواطنين في المسل نبقى دايما منتبهين ان احنا اوه احنا مابدين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش عايقين مش عارفين مشكلة معك ده كان اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي عمليه مشكلة معك ترفق بي علمه من خلال اداة الراقب وايضا من خلال القدوة المناس ورسلت كلنا مش بس ادلاة ده ايه الحنية دي حتى اللي هو مخالف للقانون ترفق بي علمه ايه الحنية دي وهل الحنية دي عشان الامن توحش بشكل غير مقبول لدرجة ان ابراهيم عيسى طلق اشتاكة وطلب منهم في نوع من وسطة الرأس انهم يتعاملوا معاملة رئاسية افكرك بشكوة ابراهيم عيسى اللي كانت في فبراير ضد تعاملات الامن لكن وضع ذلك يتبع بالرفق وبالرحمة شوف المعاملة الطيبة الكريمة دي ما ارغوكوا عاملوا ستاتنا على الكبائن كده بناتنا وولادنا هم راحين شرم الشيخ والغرداء عملوهم على كمان كده معاملة رئاسية وانهم نقعد النهاردة في الكمين عامل الناس معاملة رئاسية ايوة فقدم حاضر الفضل السلام عليكم مين اللي معاك اجازة سعيدة فرصة سعيدة اهلا وسهلا ما تكلمش خالص انت حر انما الجهامة والفزازة والخشونة والمخشنة والتلصص على حات الناس والرغبة في نفس ديك في حياتهم الخاصة او انه وريني الشرق فيها ايه لا ايه دا دي بيرة لا دي ايه دا مش عارك ايه دا ايه انت مالك ليه التلصص على حات المنيادة وكده وعالحات الناس وليه محاولة احران شبابه وسيداته يبدو يبدو انه السيسي وصلته تقارير على التعامل المتوحش من رجال الامن تجاه الشعب كله انما معلش يعني الحكاية ما اقفتش على ايه زازة بيرة او صباح حشيش ده اللي بيقول كده برميسة بيقولك ايه دا ايه دا ايه دا صباح حشيش ايه دا عدي يعني خليك لطيف حتى مع الحشاشين انما يبدو ان السيسي كان مفروض يقول الامن برضو يعني بالجميلة يعني ان الامن يوقف سرقة الناس ان الامن يوقف نهب بيوت المعارضين والاستلاء على فلوسهم ودهب ستاتهم وعلى عربياتهم لما بيخشوا يعتقلوا حد اول حاجة بيعملوها بيلطشوا الدهب والمساخ بتاع الستات والفلوس والكمبيوترات والموبايلات والعربيات انا بكلم من شكاوى كتير يا حضرات عندنا عشرات الحالات بتشتكي من سرقة رجال امن الدولة الاشداء للفلوس والدهب والعربيات وخد عينة منها هي عشان بس ما تقوليش اقتحام دلجة بمصر اعتقلات عشوائية وسرقات سرقات رسمي بيخشوا البيوت اول حاجة يدور عليها الدهب عندكم دهب عندكم فلوس ويتحدى السكان دلجة عن عمليات سرقة اموال ومجوهرات اثناء مدهمة المنازل المطلوبين فقد تمت سرقة مبلغ يتجاوز خمسين الف جنيه حسب ابناء القرية من منزل مدير مدرسة عبد الرحمن ابو المكارم الى اخره ده مش بس الحالة دي ده ما في حالة تم اعتقالها الا لما استولوا على دهب ستاتهم العربي جديد بتكلم على اهالي الغربية الامن المصري يقتحم منازل الهالي الغربية وفي التفاصيل سرقات بتتم باسم القانون عندكم دهب عندكم فلوس طلعوا كل حاجة وياخدوا كل حاجة وياخدوها ويمشوا ولا يثبتوا انهم خدوا ولا اي حاجة ما كانش اقلوا ابوس وخلال الحملة التي شاركت فيها تابنى وصعبين سيارة عملت العرص الى تحتيم الاساس وسرقت مبالغ نقدية تقدر ب450 الف جنيه فضلا عن الدهب وتحتيم معرض الالعباسي في مدينة قطور او قطور وقدرة خسائره المبدئية ب600 الف جنيه فما تخدش قوي يعني موضوع الانسانية على قلبك ده موضوع الانسانية بقى نغمة شغالة طوال الحفلة لما كمان طلع السيد وزير الداخلية وقال لك حقوق الانسان دي مسؤوليتنا انطلاقا انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فقد اصبحت حقوق الانسان محورا رئيسيا في آليات اداء العمل الامني يا راجل مع ان انا عارف وانت عارف الانسانية بتاعة البشوات عاملة ايه من اول المعارضين السياسيين والرؤوساء الاحزاب لحد السايس اللي في الشارع انتهاءا باللي بيكتب كلمة على الفيسبوك لا مقومات للحياة ولا طبيب ولا اي حاجة الوضع قاتل هذا ما قاله ابي لاخوتي اثناء الزيارة التي امتنع عنها حينما وجدها من خلف حاج الزجاجي نقل والدي من سجن المزرعة الى سجن بدر بما يرتديه فقط دون ملابس او غطاء او متعلقات شخصية زنزان انفرادي بمرتبة على الارض دون تجهيزات مراقبة 24 ساعة ودون ابسط مقومات الحياة الكريمة 8 ايام لم يخرج منها ابدا لا طبيب ولا رعاية لرجل عمره 71 سنة محرمون من زيارته منذ 3 سنوات من حقنا ان نسلم عليه ونتواصل معه مباشرة دون حاج الزجاجي ده عبد المنع بفتوح اللو الدنيا كانت ماشى كان ربما كان هذا الرجل رئيس دولة مكان السيسي لو الدنيا كانت ماشى لو الحالة عدل كان زمان الرجل ده رئيس الدولة وبيعامل معاملة رؤساء دول في العالم كله وفي مصر ده مش بس ده ده شاب عنه بقى زيادة العليمي صحته ليست جيدة اكرام يوسف تروي تفاصيل اول زيارة لزيادة العليمي بعد نقله لسجن بدر اخبرني بوجود كاميرا تصورهم 24 ساعة بالمخلفة للدستور والانسانية تخيلوا واحد جوه زنزانة في كاميرا شغالة بترقبه 24 ساعة يعني في بني ادمين قاعدين بيرقبوه 24 ساعة وهو في الحمام وهو نايم وبيعمل اي حاجة قاعدين يلقبوه بكاميرا انتو متخيرين يقولك هو انسان مش بس كده الانسانية مغرقة لدرجة حبس عشرة النهاردة او يعني مبارح حبس عشرة متأمين بنشر اخبار كاذبة والتحريد الدولة فين يا راجل الكلام ده فين الانسانية دي ظابط الشرطة في الفيديو ده اتفرجوا هيعملوا ايه معا راجل العب تباعدين يتمر هو هلش تباعدين حسب هذا الغارة الحادثة دي حصلت في أكتر حتة سياحية في مصر في حسين في الدرب الأحمر جرجروا الرجل قدام الناس كلها في عيز الدور الأحمر مش بس في الدرب الأحمر فين الإنسانية دي قالك ترفقوا بالناس وحتى المخالف ده ده في وسط سياح وعند ما قام سيدنا الحسين اللقطة الثالثة يا حضرات لما سيسي حب ينفق شوية في وزارة الداخلية راح مشايلها الليلة كلها حتى غلاء الأسعار رمى غلاء الأسعار في حجر الشرطة وقال لهم أنتوا مسؤوليتكم كبيرة قوي اسمع أرجو أن إحنا نبقى دايماً عارفين أن المسؤولية الملقاة على عدر وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي وإحنا كولنا نمشين في الشارع ونقول فين الشرطة قبلتنا مشكلة أو حتى في البيت أو فيها العية أو حتى ما لقنا أصغل يبقى فين الشرطة فين في الرقابة يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ودخلت الناس على حكاية مسؤولية الشرطة دي وحكت عن سلوكيات الشرطة مع الشعب نقرأ كده البوست ده بوست كتبوا الحقيقة طيب يا شرط يا عصرية ينفع تكون الغرامة للمرور نزلة بمبلغ تقوموا مزودينها بعدها مع نفسه كده ده في أنهي قانون وده ليحة وده العصرية دي ملهاش علاقة بدولة القانون ده كده بقى اسمها إتاوة مش غرامة ده ردود بعض الناس على القصة دي إلعب لو عندك تعليقات تانية الناس مسكت القصة بتاعت الشرطة خد شرطة في خدمة السلطة ده علي والله أحسنت يا علي تحياتي ليك والله البلد مليانة مخدرات يا رئيس ده أسامة شرطة إيه بقى؟ نحن الشاب والناس بتبعت لنا من الصعيد وكل حتة هواري قالك الشرطة بظلماء للشعب يا السابر الرئيسي في سقوط مبارك وللأسف لا تزال ولو كان مسنود ومش منضبط تعمله فيه إيه فيه ده قلهم بلاش افتره وبلطجه عن ناس خليك واضح وصريح ده وليد يا راجل الدخلية بتبيع المخدرات بتتبع بتبيع مخدرات ده كلام الناس عبده اللقطة الرابعة لما السيسي اشتغل على العاطفة وحب تبعر يتاجر بدماء الشهداء الشرطة كالعادة وقال لهم من الدماء دي وصلتنا للوضع اللي احنا فيه دلوقتي ايه بقى الوضع اللي احنا فيه عبد الفتاح قال لك الدنيا اتحسنت وانتو حميتوا حاضر ومستقبل ميت مليون مصري هو ده اللي قاله السيسي النهاردة الامور في مصر اتحسنت كتير بفضل الله ودماء الشهداء هذا الواقع كان سمنه ارواح ابناء مصر هو سمن غالي لكن نتيجته احماية واستقرار اكتر من ميت مليون في امانهم ومستقبلهم انا مش هتكلم الحقيقة الاحوال اتحسنت قوي اتحسنت جدا بس معاك انت انت بس اللي تبني اصور رئاسية انت اللي روح تشتري الطيارة بنص مليار انت اللي ملبس مراتك دهب يعني مركات مركات عالمية مراتك بتلبسها دلوقتي بعد ما كنا بنلبس من الحسين دهب ايش دهب يا راجل الى الحقيقة الشعب بقى بيكوحوا تراب زي ما الناس دخلت كتبت الكلام ده في تعليقات نشوف كده تعليقات الناس راحت رجعت ومرجعتش تاني اياه اللي احنا فيه يا معلم مصر احنا كده لسه ما روحناش ده احنا روحنا وراجعين كمان كويس انها جات ومرحتش جاي رايح من له استحمى فين المستقبل ده حوش المستقبل دي تعليقات الناس على كلامك عبد والله دي تعليقات الشعب على كلامك اسمع اسمع يا اخي الشارع بيقول ايه دماء الشهداء اللي السيسي بيتاجر بيها هي مجرد وسيلة للوصول الهدف الحقيقي ان الشعب يسكت وما يتكلمش وما يفكرش ما يفكرش ان يتحرك اسمع مصر امانة في العبيتنا كلنا مصر امانة في العبيتنا كلنا امانها وسلامها واستقرارها متقدمها امانة في العبيتنا كلنا اما مسئلة الشرطة الحقيقية زي ما رسمتها الصور النهاردة انها تكون جاهزة لأي اعتراض شعبي بسبب الآزمة الاقتصادية شرطة عصرية شرطة جمدة جدا شوف الخبر ده كده دايماً جاهزين شرطة عصرية لأم أبي انا ممكن اكملك الجملان لو انت عايز ممكن خليها علي شرطة عصرية لأم أبي كمل الجملاآتي شرطة عصرية لأم أبي شرطة عصرية لأم أبي ووشك في الحقيقة وقفاك لي مهلبية شلبية بنت كلبية يعني ممكن تكمل بقى انت الخلاصة يا حضرات احنا قدام حد مهزوز الآن حتى من أقرب الأجهزة بتاعته وبيحاول يرمم صورته النهاردة وبيقال الكلامه لأقصى درجة وعنده استعداد يتاجر بدم أبوه مش بدم الشهده بدم الشهده بدم أي حد ويرفع العصر غريزة في وش الشعب أما بقى قرأتي أنا على المشهد ده فاستناني بعد الفاصل عشان هنا نقعد بقى مع المشهد ده لأنه مشهد مؤذي قوي المشهد اللي شفناه في الصورة السابتة دي اللي فيها شيخ الأزهر والبابة وادرس مشهد مؤذي جدا ومؤلم جدا مشهد ده اللي على ان احنا والله العظيم بينا وبين الحضارة سنوات ضوئية طويلة جدا